من الامور برضو اللي جاتلي على الصفحة المعيزة الحسنة مع الاسلام النواوي سؤال مدهش سؤال مبدع الحور العين اللي الناس معلقت مها بيها يعني احدى الفضليات قالتلي ان القرآن يا شيخ بيقول ان الرجال لهم في الاخرة الحور العين ماشي حاضر طب احنا لنا في الاخرة ايه فروح تكاتب لها كده بكل بساطة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطرة على قلب بشر فردت علي رد مدهش جدا قالتلي يعني احنا كده بنستخدم كادال الاستمتاع في الدنيا والاخرة اقف هنا بقى اقف هنا لانك ما فهمتش ما فهمتش الى الان معنى نعيم الجنة نعيم الجنة كلك على بعضك كده بيتغير فانت في الجنة بتاكل مش من جوع انت بتاكل من جملة النعيم في الجنة انت الحالة الجنسية اللي عندك في الدنيا مش هالي في الجنة يعني انت مش محتاج لجنس في الجنة علشان تشبع رغبة انت مش محتاج لده ده من جملة النعيم كمان في الجنة حضرتك او حضرتك لما تخش الجنة مش هتبقوا فاكرين مشاكلكم يعني مش هتبقى فاكرة ان جوزك ده هو اللي كان تعبق في الدنيا او تبقى فاكر ان زوجتك دي هي اللي سبتك وانت عيانه وسألتش عنك ربنا سبحانه وتعالى بينسيك كل شيء في الدنيا واذا اصبحت طبعا من اهل الجنة في تعاليمي يعني في مشاهدي الاخرة ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يطلع الناس على قيمة الجنة والنار يعني الجنة والنار دول ظروفهم ايه كانوا يستحقوا اللحنة بنعملوا في الدنيا ولم يستحقوش فيأتي ربنا سبحانه وتعالى بالناس بالجنة والنار للناس كأنهما رأي عيش شوفوا الجنة والنار قدام عينيهم ثم يأتي باكثر اهل الارض شقاءا او ابتلاءا في طاعة الله فيغمسه غمسة في الجنة ثم يسأله هل رأيت فيها شقاءا قط فالعبد يؤفك لو يقول يا رب لا ينسيه الله تبارك وتعالى كل شقائن وكل طعب وكل أملم فيا جماعة انتو موضوع النعيم في الجنة الناس لازم تفهموا ان ده نعيم غير النعيم بتاع الدنيا مش هيكل عشان انا جعان مش هيبقى عندي ازواج لان انا محتاج زوجة ده هو من جملة الطرف ويرجع ونقول ان الله تبارك وتعالى اعدى الله اعدى لعباده المتقين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سنعت ولا خطرة على قلب بشر من غير ما نخش في تفاصيل علشان ما يجيش حد بقى بعد كلا اصل الحر العين دي مش مقصود بها مش عارق لا هي مقصود بها هي مقصود بها بس مش هنخش في تفاصيل نخش الجنة ونشوف ولما نخش في الجنة لو عايزين نعترض بقى لبقى نعترض لو كان في بالنا اعتراض لكن المشكلة ان احنا سبنا القضايا الاصلية وابترين نتكلم ففرعيات افرض ان في حرعين في الجنة وبالفعل في حرعين في الجنة ما يضر انسان ان هذا له ذاك وانت ربما يكون لك اكثر من ذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل الجنة يا ربنا